الكل يتمنى الوصول وان يحقق امنياته واهدافه والتألق والوصول الى القمة فتبقى الامنيات كما هي ان لم نحركها فما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا فكما يقول غريس غاردنار اكبر مليونير او شخص الذي اصبح مليونير من متشرد او شخص كان لا يملك شيء هناك خطة خماسية او خطة واضحة مختصرة تابتة اجبارية ملزمة يحبب اخذ هذه القاعدة المتكونة من خمس كلمات واضحة مختصرة تابتة اجبارية وملزمة دائما اخواني كما نقول تبقى الامنيات كما هي ولكن الامنيات بامكاننا تحقيقها تحقيق هذه الامنيات تحقيق هذه الامنيات تأتي بالاشهاد والاشتغال عليها فما يغري الزارع في الزرع هو الامل في الحصاد وما يغري التاجر في التجارة والمغامرة والذهاب للأسواق والاستيقاظ باكرا هو الامل في الربح ما يغري ذلك الطالب هو امله في النجاح فلولا الامل فما كان هناك اي شيء فتبقى الامل واحد في المئة الهام وتسعة وتسعون هو الجهاد والشغال ومتابرة واكل لتحقيق هذه الامنيات وتحقيق هذه الاهداف اخواني العزاء لا تنام طوال اليوم او تقضي طول يومك تتفرج في التلفاز او تمسك الهاتف النقال وتتصفح فيه الصفحات حاول استفادة من وقتك حاول تنمية قدراتك حاول تنمية مفاهيمك حاول ان تستفيد حاول ان تطور نفسك العلم ثم العلم ثم العلم اياكم من تضيع الوقت قد ضيعنا الكثير من وقتنا حاول الاستفادة من كل دقيقة حاول الاستفادة من كل ساعة حاول الاستفادة من كل لحظة ان تتقضيها في لحظة فراغ احيانا هذه الاهداف الى من نطورها الى هذه الامنيات الى من نطورها الى اهداف والى خطط واضحة تبقى لا شيء تبقى مجرد مسودة حاول ان تضعوا برنامج طويل المدى وبرنامج كذلك قصير المدى حاول ان تشغل عليه احيانا بعض الاخوان يقولون قد فشلنا ربما قد تفشل في عدم تحقيق بعد هذه الاهداف اعيد الكرة مرة ومرتين وتلات ولماذا لا اكثر هناك من نجح بالمتابرة وهناك من ظل جالس في مكانه ينتظر ان يأتي اليه المستحيل اليه لا شيء يأتي يأتي من فراه او لا شيء يأتي وان تجالس في مكانك ان لم تتحرك الماء لن يأتي اليك ان لم تقم بسكب الماء الماء لن يأتي اليك ستموت هكذا ستموت في مكانك نحن لا نريد هكذا نريد امن نريد اشغال نريد الآن ان نضع هذه الامان على برامج ونشغل عليه سنريد الاشتغال والاشتغال نحاول تغيير مداركنا نحاول تغيير المفاهيم نحاول تغيير المصطلحات الجلوس في المكان كسل التحرك والاجهاد نجاح اياك ان تترك هدفك وحلمك حاول ان تحتفظ بهذه الامنيات يشغل عليها بمتابرة حاول احتكاك بمن هم احسن منك حاول استفاد بالقادة حاول استفاد من الاشخاص الذين لديهم تجارب سواء تجارب ناجحة أو تجارب فاشلة حاول استفادة من الفشل اغلب القادة واغلب الناجحون في يوم من الايام كانت مجرد امنية او كانت مجرد امل ولكن حققوها لم يأتي التحقيق من فراء بل اثى عن جهد والجهاد ومتابرة عزيزي عزيزتي حاول الغاء الصهرات كثرة الخروج تضييع الوقت في اشياء تافهة ضعوا برنامج لاهدافكم ضعوا برنامج لمخططاتكم يستقيموا يستقاموا بكم كلما كان الهدف لامنياتكم واضحة وزاد علوا زادت همتكم صاحب اصحاب الهمة صاحب اصحاب الافكار صاحب اصحاب الدين صاحب اصحاب الهمم العالية لا تجعلوا من رفقائكم او اصحابكم ماديين ستصبحوا همتكم وافكاركم ماديا فالدنيا صغيرة حاول ان تستغل وقتك حاول ان تحقق امنياتك حاول الاشتغال عليها لم تستطيع تسلق الجبل ويديك في جيبك لم تستطيع الوصول الى القمة وانت جالس في مكانك لن تستطيع التحرك لن تحتصل الى النهاية ان لم تعطي انطلاق للبداية هذه هي بداية الاحلام والامنيات لا بد من تخطيط مخططات ولا بد من صياغة برنامج واضح وبرنامج مختصر وبرنامج اهدافه واضحة يجب الاشتغال عليها فدعونا من الجلوس ودعونا من الركود فالامل الهام واحد في المئة وتسعة وتسعون هو الجهاد والشغال بارك الله فيكم حاولوا الاشتغال حاولوا تحقيق افكار لا تجلسوا وتنصدروا اللا شيء لا تحاولوا الجلوس وتنصدروا ان يتحقق قلب السحيل فالامنيات والاهداف يجب الاشتغال عليها هكذا علمونا